من الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نال الله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك المظلومة المهبومة الزهر وعلى الدماء السائلات بين يدي يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة وأبى الأئم روحي وارواح من في الوجود لك الفدايا قتيل العدى ومسلوب العمامة والردى يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلا امحي الزوانة يا ريب علي أقصد حسينان وزره ليلة الجمعة نقصد حسينان وزره ليلة الجمعة يا 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 هذه الملائك عند القبر مجتمعا منه موجود والمصطفى أحمد يبدي له جزعه والمرتضى حيدر بالحزن وافاه أبصر بقلبك فاطمة الزهرى تعدو وقد نسيت في ظلعها الكسرى سوت ليلة جمعها كلهم يجون يزورون حتى إليه دنات لم تحتمل صبرا أهوت عليه تنادي وحسينه أمعيدة وتقرؤوا يا آية أهوت عليه تنادي وحسينه له في تناديه آه يا ولدي من ذاك فرق بين الرأس والجسد ها قد جئت بالدام لأروي غلة الكبد لكنها انتثرت بالسهم وإله سامحني بهذا شوي هذا شي يقول بماذا قتل الحسين اسمع شي يقول هذا من ما تمثلك بالأحجار والنبل وبضرب العصي والطعن والنبل ورضضوا صدره العطشان بالخيل فما لرزك بين الأرزاء أشباه خل أحط إيدك على الجرح من وزارة الليلة بعد بين البتولة تبكي إذا أتت زينب بين البتولة تبكي إذا أتت زينب صاحت حبيبي وضجت بالأسا تنحاب شاء الإله بصوت الشمر أنظرا وعلي شاء الإله بصوت الشمر أن أضراب وأن نساق إلى الطاغ سباياه أنا الأميرة كيف أسبا إلى القصر وأنا العزيزة كيف أغدو بلا خدر أخت الكفيل وتحدوني يد الشمر هالليلة جمعة من يوصينا بالزيارة الصادق ذكر جدة وهل دمعة العين جيد ينا أنا الأميرة بدر الشياء vest من خود وany هال incom reicht وتسكن جوار المصطفى خار البر شا سوي زور العزيز حسين برض الغاط زور اللي من قلبها المثلث شال ثلثين ما حد يصرخوا حسين يالي تري يا الرايد كتابك يالرايد تاخذ كتابك بيمين اقصد لب السجاد وانعاه بواني اي 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 واغسل اذنوبك يالمحب بدموع ومشى يالروح الكربلاء ويالي ماشي مشتاق انت للحسين سمع شي وصيك ابو عبد الله الصادق ويالرايد تخدمك بنا كالاف لملا شا سوي عوف الوطن والكربلاء روح اللوي الكم الكم هذا يل ما نسيت حسين خلينا ابو علي يل ما نسيت حسين حشى أبد ينسى تدخل الجنة وتصبح بعل علي بعد بعد ماذا بلده مع بلكة هنا ويال رايد بقبراك ضليم يحضرك اقرى الزيارة ونوح والطمع لا تقف فيها حافظها يولا خلا عيدها إلك ويال رايد بقبراك يا نور المستوحشين في الظلم اقرى الزيارة ونوح والطمع لا صدرك لا شك أبو اليم ما يزورك وساط قبراه وما تصبح بوحشة وتنجو من ظلمة البي يلا رفع صوتك شوية ويال رايد الجنة تطبها رافع الراء وتدخل الجنة قبل ساير النار زور الذبيح بكربلة وزور البطل ويال رايد تقامين من فزع يوم الخيامة زور الذب كربلة طحنة عظام وحرقة وخيامة وسلبة وحريمة وبناتها وحرقة وخيام هنا هنا المابجة واختي واسفة دخلوها بالدواء ولا يروح ولا يروح ولا يروح زراق الصوت بمتوني ولا يروح بعد ينوض القلبي ولي يروح ولا يروح علي الجاي يتفرج علي الجاي يتفرج ولي روح يأشرون بيدهم علي هيا يأشرون بيدهم علي تقول بيداه بيداه من ضيم الليالي القلوب بيدا وادي كربلة للخيل بيدا يا خوية من دفع نشمي هيدا طحت وطاحت علي يا رقي بيدا يا رقي ولكن الأمر لله وعلى ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا مع المتقين مع محمد وآله الطيبين الطاهرين قال سيدنا ومولانا وإمامنا وزعيم مذهبنا أبو عبد الله جعفر بن محمد أحيو أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا صدق إمامنا الصادق عليه السلام نسأل الله في ليلة الجمعة وفي ليالي إمامنا الصادق سلام الله عليه أن يشفي الله المرضى ويقضي الحوائج ويسر الأمور ويفرج الهم والغم ويفك الأسرى والسجنى سيم المنظورين في ذلك ببركاته وببركات الصلاة على محمد وآل محمد حديثنا ومن خلال هذه الرواية المباركة يدور تحت عنوان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلاقته بجده الحسين عليهم السلام نقول بداية أن ما من معصوم من المعصومين إلا وقد أفرد لكربلاء مساحة واسعة في حياته وأرشد الناس إلى عظم مصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كذا مجلس أقامه للحسين تراجع الخصائص الحسينية للشيخ الششتري عليه الرحمن شوف كم مجلس عقده النبي صلى الله عليه وآله يبكي فيه ويرثي ولده الحسين عليه السلام لعل مثلا من المجالس ما يذكر في أيام حمل الزهراء بالحسين قال يرجو معها تغلبها دامع وذكر الحسين عليه السلام أنه يوم الأيام دخل عليها وجدها باكية قال لها ما يبكيك ابنتي قالت يحدثني هذا النور يحدثني لأن ما من معصوم إلا يحدث أمه اسمع يحدثها في وحشتها ويونسها في وحدتها لأن المعصوم يختلف عننا نحن من قيس المعصوم بغيره نحن لا يقاس بنا أحد نحن نمر بمراحل وكذا ومضغى وعلقوا وهم تعال إذا خرجنا لازم تعليم هذه الأمور لا تنطبق على المعصوم المعصوم يتحدث المعصوم يسبح الله وهو نور المعصوم إذا دخلت أمه في الدار المظلمة وهي حاملة بنوره ملأ نوره الدار فيتحدث ولكن حديث عن حديث يختلف يقول لها ما بك ابنتي فاطمة قالت يحدثني بماذا يحدثك ليش تبكين قاله يقول أمه فاطمة أنا الغريب أمه أنا الوحيد يقول سلاها صبرها في اليوم الثاني هم سمع بكاءها أرفع من اليوم الأول ما بك قالت اليوم كلامه يختلف ماذا قال قال أمه أنا العطشان أمه أنا الضمآن اليوم الثالث لا قبل أن يصل إلى باب دارها سمع بكاءها شيئا يلي اليوم قال يقول أنا الذبيح أمه قال لها يا فاطمة هذا الولد يقتل ويسفك دمه وهم بكت وبكى رسول الله وقال لها الرواية في تتمتها أن الله سيخلق له شيعة يبكون عليه أمير المؤمنين كذلك ذكر الحسين عندما كان راجع من صفين ومر بأرض كربلا يقول فهومت عيناه بالنوم يقول الإمام هذا حديث عن الحسين ينقله الإمام يقول هومت عيناه بالنوم فانتبه وهو يبكي وهو يقول صبرا صبرا يا أبا عبد الله يقول الإمام الحسين فأردت أن أسأله فسبقني لذلك أخي الحسن ما بك أبا قال رأيت هذا الوادي بحرا من الدم وأخوك الحسين ويغرق فيه كذلك حتى لما عمل خط بيده وصار يطوف وهو يقول بأبي ويسلم ويزور قال ليقول ابن عباس ما بك قال لما يدريك هنا مصارعهم هنا يقتلون فما من إمام إنما أذكر أمثلة إلا وجعل لكربلا ذكرا ومساحة واسعة في حياته ويؤكد ويلفت النظر إلى أهمية العلاقة بين المؤمن وبين مصاب الحسين عليه السلام لكن الإمام الصادق عليه السلام كما سنذكر في ليلة غد ظهرت جليا عنده بأبيه وأمي الشعائل الحسين بشكل واسع فربط الناس بجده الحسين من خلال ذكر الرواة الثواب الاستثناء الذي يعطيه الله لمن يبكي على الحسين ولمن يزور الحسين ولمن ينصب مجالس الحسين ولمن يكتب شعرا في الحسين عليه السلام ولمن يبكي في الحسين عليه السلام أعطى تشجيع في كل هذه الأمور الثلاثة لما نجي إلى روايات البكاء اللي البعض من عظم روايات البكاء حده أن يقول أن هذه الروايات كأنما فيها نوع من المبالغة لعدم الانسجام بين حجم الثواب وحجم العمل ولكيف دمعة ويصير حجمها بهذا الحجم لأن هذا موضوع مستقل لعله وفي وقته لأن هذا قاس الأمر بأمر الخالق بأمره نحن لما واحد يعمل لك شيء وقيمته شيء بسيط أنت ما تعطيه شيء فوق المعدة إذا بتكر ما تعطيه فوق ذلك ولكن هذا الأمر عند الله لا تما تقرأ مثل الذي نفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة في كل سنبلة مئة حوالله يضاعف لمن أن تشوف كلمة لا إله إلا الله مثلما تقولها كم ثوابها لما تلهج بالصلاة على محمد وآل محمد أسألك هذه الصلاة كم أخذت منك الآن عمل إذا تقيس بالقياس المادي وهذا مشكلة أننا نقيس أمور أهل البيت بالأمور المادي لما تقيس ما أخذ منك شيء ولكن شوف كم كتب فقط تؤلف في إحصاء فضائل الصلاة على محمد وآل محمد يقول إمامنا الرضا عليه السلام لم يستطع أن يكفر ذنباف عليه بما معنى روايه فليكثر من الصلاة علينا فإنها تهدم الذنوب هدمه يجي الإمام الصادق سلام الله عليه ويعطينا روايات عويمة في ثواب البكاء على سيد الشهداء من بكى أو تباكى فله الجنة لو أخذت دمع من دموع الباكين على جدي الحسين وألقيت في النار لأطفأتها وهكذا يجي في الزيارة تعال شوف من زار الحسين عارفا بحقه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه يجي إلى أهمية حضور هذه المجالس من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب أحيوا أمرنا رحم الله يلتفت إلى الفضاء يقول لها أتجتمعون وتذكرون مصار يقول لها نعم يقول لها والله إني لأحب تلك المجالس تجالس في مجلس محبوب إلى الإمام الصادق عليه السلام تاوين تحصل مجلس فيه كمجلس الحسين عليه السلام يقول والله إني أحب يدعو المعصوم يقول رحم الله لما وحي يقول لك رحمك الله لما المعصوم يدعو لك يقول رحم الله من أحيى أمرنا من طبق هذا الإحياء حظى بدعوة المعصوم أن تناله رحمة الله رحم الله من أحيى أمرنا أحياء الأمر جدي الحسين يقول لها نعم سي هنيئا له يعله سجير أو غيره يقول لها أتذكر جدي الحسين يقول لها نعم أذكره وتسيل جموعي حتى يرى أهلي أثر ذلك عليه وأمتنع عن الطعام والشرام شون حالة هذه من التوجه موجودة عندك إنك بينك وبين نفسك بينك وبين نفسك تقول يا حسين وتشوف نفسك تبكي عندنا في الزمن قديم أحد الآباء ينقلون عننا من الأحساء جد من الآباء عند ولد اسمه اسم حسين شوف توجه هكذا يناديه في المرة الأولى في المرة الثانية يناديه في المرة الثالثة دموعه تسيل على حده شون نوع من التوجه هذا شون نوع كون ناس يسوون مجلس مهم ما يحتاج هم ذاك الشريف الرضي رايحين إلى تعارفين هذه القصة رايحين إلى زيارة ويدهم ايدهم ناقة أو كذا شافوا مرأة مرأة تمشي وتجلس قال لتركبه أولى منه قال لتركب أو سيد المرتضى أو سيد رضا اثنين هم سيد رضا الهندي يقول قال لتركب قال تركب على ظهري وعلى ظهرك أو على ركبتي وركبتي وتصعد وركبت المرأة يقول التفت السيد للآخر يشوف دموعه ملأة التراب يقول لا ما بقى لقد ذكرت عمتي زين الكائفاك المعتمحي يحياناً مو بس واحد يقرأ واحد يستمع هنيئاً لمن هم على هالشاكلة لذكر الحسين هكذا يهيجهم يقول لنعم إني لأبكي حتى يرى أهلي أترى ذلك علي قال الله الله توصل إلى هذه المرة قال أما والله إنك من أهل الجزع فينا أهل البيت ثم أعطاه التواب شوف التواب حتى يسمع يسمع الحاضرين قال أبشر بحضور آبائي وأجدادي عندك في ساعة الموت قل آبائي وأجدادي راح يحضرون يجي من كتب بيتاً وأبكى عشرة وأبكى واحد فله الجنة هذا قسم أنه شجع من ناحية القولية من ناحية ثانية لا هو بنفسه كان يؤدي تلك الشعار شوف أغلب الزيارات الموجودة عندنا للإمام الحسين مروية عن الإمام الصادق عليه السلام زيارة وارث مروية عنه زيارة عاشراء مروية عنه بعض الزيارات المخصوصة مروية عنه بل إذا ذهبتم إلى كربلا بلغكم الله الوصول ترون مقاماً خاصاً بمن؟ بالإمام الصادق خلف مقام صاحب الزمان لبعضهم يقول أنه هو المكان الذي اغتسل فيه الإمام وجاء وزار جده الحسين بزيارة وارث بعد بنفسه نحن كلامنا طاولش ولكن هم بنفسه كان يقيم المجالس ويأتي بالشعراء والرثاء ويقول لهم ارثوا جدي الحسين بل ويعلم الطريقة التي من خلالها يقرأ على الحسين يقول للفضيل يقول إحنا نسوي مأتم شوف الإمام أحياناً من حالة البكاء نخاف عليه لأن بكاؤنا على الحسين على قدر المعرفة شوف كل ما زادت معرفتك ازداد وجدك لذلك أشد من بكى عليه من هم هم أهل الفيت ما تسمعه يقول ولا أبكي أنا عليك بدل الدمع بدل الدموع دمع ليش لأنه عرف من هو الحسين لذلك بكاء يختلف عن بكاء بكاءك يقول فأقمنا مجلساً ولم ندعو الإمام خوفاً عليه هذا إمامنا يقول بعد يوم جئت إلى زيارة الإمام قال الإمام فضيل أينك البارحة يقول استحيت أنا يقول فقال لي نصبتم مأتماً لجد الحسين يقول نعم مولاي قال تظن أني لستم حاضر في ذلك المأت قال أنا كنت معكم وبكيت معكم قال مولاي أين قال عندما دخلت ألم تتعثر عند الباب يقول أنت تعثرت في قدمي أنا عندي الباب قال مولاي أنتم لكم صدور المجالس لما يجي عاليم وكذا وين قاعد صدر المجلس إله يقول أنتم لكم صدور المجالس قال ما يدخل قال ليش قال إن في صدر المجلس جدي رسول الله في صدر المجلس أمي فاطمة تنادي وولدا يوم الأيام واحد شاعر يقرأ عنده قام عندي الباب وجلس وأخذ يبكي قال له مولانا ليش قال أنت تقرد دخلت وأقبلت أمي فاطمة يجي لأبي هارون يقول لا اقرأ اقرأ انعى جدي الحسين ويقرأ عاد امرر على يا جدث الحسين وقل وقل لأعظمه الزكي يا أعظم هازلت من وطفاء ساكبتان روي ما لذ عيشون بعد رضك بالجياد على كيف كل ليلة جمعة والأعمال مضاعفة أنا تكريفي أقرأ ما لذ عيشك بعم لذ عيش بعد رضك بالجياد أرادي يكمل قال اصبر شوية وجاب ستار وحط وقال تعال يا نساء وبكينا على جد كنا الحسين واذا وقفت بقبره فأطل به وقف المطي وبكي المطهر للمطهر وال مطهرة الزكية شلون بكي عليه اسمع اسمع وبكي عليه كبكاء معولة أتت يوما لواحد هالمني يقرأ الإمام يقرأ الشاعر والإمام يبكي شوية سكت انتهت القصيدة لكن النساء لازل نينادي نواح حسين واجد قال الإمام اكمل باهر قال انتهت قصيدتي قال أنشئ قصيدة أخرى وقال يا مريم بكي على مولاك وعلى الحسين فأزعد عين هاك أراد يكمل لزم الإمام يد بهارون قال لا تكمل يا باهرون قال ليا سيدي قال لقد ماتت مريم بحسن على الحسن هذا وهي ما شافت بس معت بي وما تحمل أجل إش حال اللي شافت الخير رايح وجاه على صدر إش حال اللي شافت ذاك الجزد هو الصادق يقول يوص يقول حدثوا شيعتنا بأفجع ما جرى علينا من الروايات اللي تنقى العين شيقول يقول وكان جزد وجدي كأنه قطعة وده سيدتي زينب إحنا ما شايفين انت شايفة سؤل فين لشفتي اسمها عاد تقول لنا زيان بوذا عندك دمع بالعين سعال ويا يخل بجيس وعلى حسين إذا ما تقدر ترد وتبجيها ما نقل وحذي ما يخال أنا بعيني نظرت الجسم الموذة وأنا بإذني سمعت ظلوعة تكسر إذا تقدر تقول ها قفيها وأنا الخبلت أخوي حسين أنا بعيني نظرت الجسم لموذة وأنا بإذني سمعت ظلوعة تكسر وأنا ألقبلت أخوي أحسين أنا محتارة وتلفت شمالي أميني بعد اسمعني وعلى كيفك وطلب لنا ويا الله بقضاء الحوائج أنا أتمنى تحط خد على خد لكن شفت خويا راش ما عند صاب لبذلث وزط شبد جسم سهم لي بثلث جبدت نص اقعدت يما اسمع اسمع التصاحب ذوخ ما شاء الله اقعدت يما رديت أحشيل بالتفصيل قال لي يحشا خلى دمع مني يسيل شقلت قوم يا زيانب لا تسحق عليك الخال والوال يا خيخ 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 قوم يا زيانب لا تسحق عليك الخال قمت من عنده أصفك راح ليد هنا هنا تقول عفت خي ومي على الصدر تلعب مو هنا أريدك تصرخ بالثالثة اسمعها عفت خي ومي على الصدر تلعب رجعت صاب الخيام شفت الخيام تلهاب يا علي سمعت الشمر يصرخ شوفوها ايجا تزيانا يا الله شلوان على هذه صعب الاخيات قدام اخوها يضربها العجو ويشتيم أبوها سباغ اختك يا بو فاضل سباغ سألك الدعاء مولاي ما قصرت اتقل اخو يا لحقتك على ريحة الاخو يا خو ويا عبت نبقى عشالوى دي كعد وشوف شمر بياي والد لي ملا عم نلود به ولا أخ لي بقي أرجوه أرحمي أخي ذبيح وضعني أبيح وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع المكنون فيها يا الله أجل فرج ولي أمرنا بيمنه وبركاتش في كل مريض اقضي كل حاجة يسر كل أمر عسير فرج عن كل مهموم فك كل أسيرة كل سجين الحاضرون احفظهم المؤسسون تقبل منهم عمالهم يا الله وإلى أرواح والدين والديكم والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات